نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقي مشكورا تقرير عجبني إلى أبعد الحدود بيتضمن يا تقرير معلوماتي جميل كده إنفو جراف عن سينة رجعت كاملة لينا وده جد مش هزار ولا فيها أي زرة هزار رجعت كاملة زي ما هي كان المفروب تبقى كاملة لينا الله يعني إيه طيب تعالى نشوف سينة كانت فين وبقت فين كنت صعبهم طيبين طبعا عيد سينة كان يوم خمسة وعشرين إبريل تعالى نشوف كده مع بعض في السريع وهو وريلك إزاي المركز الإعلامي إدى لك اللي حضرتك بجد يعني بتعتبر إن هم دول اللي بيجيبوا الدب من ديله وبيقولوا الكلام اللي لازم نصدقوا الجماعة الأجانب بص كده التغيير الإيجابي اللي حصل في الرؤية أنا وريلك اللجنة الأمريكية الحريات الدينية والدولية أجانبهم الأمم المتحدة أهي الإيكانيماست أكبر مجلة اقتصادية في العالم كله هما زمان كانوا بيقولوا إيه استمر العنف القاتل في شمال سيناء من خلال استهداف المواطنين على أساس هوياتهم الدينية وقد تم استهداف الأقباط على وجه التحديد في أكثر من حادثة عنف وتلقوا تهديدات بشكل منتظم ده كلام اللجنة الأمريكية هما بقى بيقولوا إيدي الوقت بيقولوا إن نحن نشيد بجهود الرئيس السيسي لمواجهة العنف ومبادرة لتحسين ظروف الحرية الدينية في مصر كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لبرنامج التنمية البرامج التنمية المختلفة في شمال سيناء طب الأمم المتحدة المنظمة الأممية الأكبر تشيد بدور عمليات مكافحة الإرهاب اللي دفزتها الحكومة المصرية في الحد من التنظيمات الإرهابية في مصر وزادت من جهة أخرى الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان في سيناء ده كلام الأمم المتحدة مش كلام نحن مش كلام مصر مع أنه أنصحك صدق كلام مصر اشتري مني يعني طيب تعال نشوف الإيكونومست وبالمناسبة الإيكونومست ساعات كتير تقف قدامنا في وشنا يعني وتقول كلام جامد وشديد علينا ونقد شديد القسوة وساعات كتير برضو بتقول زي ما انت شايف كده هم زمان بيقولوا بيشكل الإرهاب التحدي الأكبر لملف الأمن والتنمية في سيناء الكلام اللي لما كنا بنقولوا يا جماعة احنا لازم نخلص على الإرهاب في سيناء يطلع الإخوان وذيولهم وراجوزاتهم بيقولك سيبك من الكلام ده ده مش عارف ايه دول بيتلكيكوا وانت تصدق في بعض الأحوال مش انت طي جارك بص الإيكونومست نفسها بتقول ايه استمرت مصر بوضع خطط واسعة لتنمية بنياتها التحتية وركزت على المشروعات القومية في منطقة سيناء بشكل خاص وتمكنت مصر من توسيع خططها لتمكين قطاع السياحة خلال أزمة كورونا وده انعكس إيجابيا على استقبال مطارات شرم الشيخ وطابة لأعداد كبيرة من